السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول لإعدادي بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبيت كتاب المعاصر فيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الثالثة والرابعة من الواحدة العشرة من كتاب جيم بداية من صفحة 154 يقولي هنا أول سؤال خاص بيه الاختيارات بيقول تشوز اختار ذاك ولكت أنصر الإجابة الصحيحة رقم واحد بيقولي الصندوق الصندوق صعب إن أنا لفت لفت يعني يرفع صعب إن أنا أرفعه يبقى الصندوق يكون تقيل وصعب أرفعه تقيل يعني بزي مجغول هيفي سكيل لايت خفيف إزي سهل يبقى الصندوق بيكون هيفي بيكون صقيل وصعب إن أنا أرفعه رقم اتنين إحنا نقدر يعني يستمع إلى إحنا نقدر نستمع إلى إيه على الهوادف المحمولة بتاعتنا أو الكمبيوترات نقدر نسمع الإيه بقى بودكاستس اللي هو البس الإزاعي تربينز محركات جسد الضيوف بايلوت يبقى نقدر هنا نسمع البس الإزاعي يبقى بودكاستس اللي هو البس الإزاعي أو البس إيه البس إزاعي إزاعي نقدر نحن نسمع البس الإزاعي ده يأمن على الفونز الهوادف أو كومبيوترز اللي هي الكمبيوترات رقم ثلاثة مؤقت ترى إيه اللي بيساعدنا إن إحنا إن إحنا ننتج ننتج القهرباء طبعا يقصد هنا إيه رابطس الإنسان آلي يقصد هنا اللي هي ألواح الشمسية أو ألواح الطاقة الشمسية الألواح الشمسية دي بتتحول الطاقة الشمسية بتحولها إلى إيه بتحولها إلى طاقة كهربائية يبقى سولار بانلز بتساعدنا إن إحنا produce electricity ننتج القهرباء الألواح الشمسية رقم أربعة بيقول هنا نقط the car stopped working عايز يقول يعني فجأة كده السيارة stopped توقفت توقفت عن العمل we don't know what to do معرفناش نعمل إيه يبقى فجأة يعني suddenly suddenly فجأة السيارة توقفت عن العمل رقم حمسة a cleaver نقطة design this wonderful building بيكون إيه اللي هو الماهر أو الزكي هو اللي design هو اللي صمم this wonderful building هذا المبنى wonderful الرائع هو اللي صمم هذا المبنى الرائع يبقى المهندس المعماري الرائع أو الماهر هو اللي صمم هذا المبنى الرائع مهندس معماري رقم ستة السيارات اللي بتكون بدون إيه بدون سواء السيارات اللي هي من غير سواء أركل تدعى أو تسمى إيه cars سيارات إيه طبعا السيارات اللي هي بدون سواء اسمها driverless cars اللي هي سيارات بدون سائق السيارات بدون سائق driverless cars رقم سبع عايز يقول يعني الناس ايه هما كان ما زالوا يقدروا هما يعملوا الاشياء الاشياء رائعة أو عظيمة يبقى الناس 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 العادية رقم السيارات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء لا تستخدم ايه طبعا ما قال لي سيرات كهربائية يبقى يبقى ما بتستخدمش ايه ما بتستخدمش بترول ما بتستخدمش البنزيم لكن بتستخدم الكهرباء رقم تسعة ده بيكون ايه الشكل بتاعه أو دائري يعني شكله دائري أو دائري ايه دائري الشكل شكله دائري واحد كده شكل الدايرة يبقى يبقى بيكون شكله سيركل اللي هو شبه ايه شبه الدائرة رقم عشرة كان يوجد ايه على ذا روت على الطريق اليوم لكن مفيش حد ايه ضايد يعني مات يبقى كان في حادث لكن مفيش حد مات يبقى كان يوجد كان يوجد حادث على الطريق لكن مفيش حد مات رقم حداشر بعض المنازل فل يعني سقط بعض المنازل وقعت كده أو سقطت على ايه على الارضية وقعت كده وانهارت وسقطت طبعا بعد ايه بعد 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 الزلزال حصل الزلزال سبب ان البيوت وقعت وانهارت كده على الارضية رقم اتناشر بيقول لي هنا عايز يقول مرحبا بك في منزلي إنها انه بيتك الثاني ده بيتك الثاني يعني زي بيتك بالظبط مرحبا بك اسمها مرحبا بك في مرحبا بك في في بيتي رقم بعدی ot 13 the mobile battery البطارية battery اللي هي البطارية البطارية بتاعة mobile بتاعة المحمول اسم essa بتكون ام بيتي يعني بتكون فارغة البطارية فاضية اي نيد ايه يبقى انا محتاج ايه البطارية بتاعت التلفون فاضية يبقى انا محتاج شاحن يبقى اي نيد ا شارجر انا محتاج لشاحن رقم 14 يترى ايه اللي بيستخدم الرياح حتى ينتج القهرباء يترى ايه للرياح بيستخدم الرياح حتى ينتج القهرباء او الطاقة القهربائية طبعا اللي هي توربينات او محركات الرياح توربينات او المحركات بتاعة الرياح هي دية اللي بتستخدم الرياح عشان تنتج القهرباء رقم 15 يعني بتكون مكينة بتقدر ان هي بتقدر ان هي تطير لكن بتطير بدون طيار طائرة بدون طيار اللي هي طائرة بدون طيار بتوسط بتوسط كده الطرود للناس رقم 16 نقط بردكشنز كان هل باس بربير فور ذا فيوتشور عايز يقولي هنا يعني بمعنى بمعنى ان احنا نقوم نقوم بعمل تنبؤات كان هل باس ممكن يساعدنا بربير ان احنا نجاهز ونستعد للايه لذا فيوتشور للمستقبل ان احنا نجاهز ونستعد للمستقبل يبقى ان احنا نقوم بتنبؤات نقوم بعمل تنبؤات بعد كده جيب لي صفحة 156 وبرضو اسئلة خاصة لكن على لانجوجي على اللغويات واحنا هنا في الجزء الخاص باللغويات ده بنستخدم زاد المصدر للتعبير عن المستقبل لكن بدون دليل بيقولي هنا سؤال رقم واحد عايز يقول ده احنا كلنا يعني هيكون عندنا درايفر ليس كار اللي هي هيكون عندنا اللي هي السيارة بدون سائق في سنة 2080 يبقى مع وعايزين نجيب الفعل هتجيبه في حالة المصدر المصدر وهو هاف يبقى كلنا هيكون عندنا السيارة بدون سائق في سنة 2080 رقم اتنين اعتقد في سنة 2050 جيب لي ن وسنة قادمة وكلمة عاله بستخدم المصدر يبقى اعتقد ان احنا سوف نستخدم اجهزة اللي هي الانسان الايه الانسان الاله هنستخدمها كتير جدا في مدرستنا في سنة 2050 رقم ثلاثة في المستقبل اذا المؤد بي ايه يكون في كتير من الالواح الشمسية الواح الشمسية اللي هي بتحول طاقة الشمس او قوة الشمس الى قوة او طاقة كهربائية رقم اقل هنا في المستقبل بستخدم المصدر هو جيب للمصدر يبقى انها هاخد هنا بمعنى سوف سوف يكون هناك كتير من الالواح الشمسية رقم اربعة عايز يقول هل هيكون فيه سيارات الكتريك كهربائية سيارات تعمل بالكهرباء في المستقبل كلمة انذا في المستقبل بستخدم والو المصدر واللي بقى انا عايز ايانا الفعل فيه المصدر وهو بي المصدر من ام او اس او ار او ور كل ده المصدر منه او وص هو ده المصدر منه بي رقم ستة اللي هما الوالدين والدين والدين عايز يقول مش هيسمحولي يعني ان انا ان انا اصهر لوقتي متأخر في ليلة يعقبها ازدهاب للمدرسة لو انا الصباح اروح للمدرسة هما بيعتقدوا ان ده شيء سيء ان انا اصهر وتاني يوم اروح للمدرسة ده شيء سيء يبقى مش هيسمحولي يبقى سوف لا اسمها والنط والنط طب هو فيه والنط هنا في الاختيارات طبعا هو اجيبها لي بالصغة المختصرة وامط بمعنى سوف لا لت يعني يدعو يسمح مش هيسمحولي او مش هيسمحولي اصهر لوقتي متأخر لان هما بيعتقدوا ان ده شيء سيء يبقى رقم سبع وين ويل يوفوتبول وث مي امتى انت هتلعب كرة القدم معي يبقى السؤال باستخدام ويل في صغة الايه المستقبل البسيط عندي هنا السؤال في المستقبل بسيط عندي رقم واحد كلمة استفهام اتنين ويل رقم تلاتة الفعل رقم اربعة لابد ان يأتي الفعل في المصدر يعني يلعب امتى هتلعب كرة القدم معايا رقم ثماني ايه وي نقطه زامون انزا فيوتشر عايز اقول يعني اعتقد اني او اتمنى اهب يعني يأمل او يتمنى اتمنى اني احنا نروح لزامون نروح لالقمر انزا فيوتشر في المستقبل عندي كلمة انزا فيوتشر في المستقبل وهو بمعنى يأمل او يتمنى على طب بستخدم والمصدر والجو ان احنا سوف نذهب رقم تسعة عايز اقول يعني انا سوف يعني هبدأ يعني فيه تعلم هبدأ فيه تعلم لغة جديدة نكس سير العام القادم كلمة نكس من الكلمات الدلة على المستقبل بستخدم والو المصدر يبقى اي وال ستارت انا سوف ابدأ تعلم لغة جديدة نكس نكس سير العام القادم رقم رقم 10 عمر عمر هيسافر الى لندن طمور غدا طمور من الكلمات الدلة على المستقبل بستخدم والو المصدر تب جايب للمصدر يبقى انا هستخدم وال بمعنى سوف 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 يسافر بعد كده جايب للسؤال التاني وده خاص بالتصحيح بيجيب لكلمة ببدأ اكتبها لكن بالشكل الصحيح رقم واحد بيقوله هنا عايز يقوله هل سوف تساعدني طبعا ده سؤال في حالة السؤال ما يفعش أبدأ بيو بالفعل لازم أبدأ بالفعل المساعد او الفعل المقص الأول يبقى هنبدل بدل عندي جايب لي هنا يول هتبقى هل أنت سوف يبقى هل أنت سوف تساعدني رقم اتنين عايز يقول المنازل في المستقبل هتكون هتكون مختلفة عن المنازل البتاعتنا اليوم عن منازلنا اليوم يبقى المنازل في في المستقبل يبقى أنا هنا المفروض هستخدم مع المستقبل زائد والمصدر بتاع الفعل يبقى عندي هنا هكتب والمصدر من وهو هتكون مختلفة عن منازلنا اليوم رقم ثلاث انا اعتقد او اتو نقط انها سوف تمطر غدا اعتقاد بدون دليل اعتقد ان الدنيا هتمطر غدا يبقى لازم بيجيلي بعدها الفعل في المصدر ورجع الفعل الاصله ورجع الفعل المصدر وهو يعني يمطر رقم اربعها ونقط ازاي الناس هتحصل على القهرباء الخاصة بيها في المستقبل يبقى عندي هنا كلمة في المستقبل المستقبل باستخدم يبقى هاو ادي كلمة الاستفهام بتاعتي بعدها وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر يبقى انا هكتب هنا لانه جيب للفاعل وبعد كده المصدر جات يبقى انا فقط هنا هستخدم كلمة هستخدم كلمة رقم خمسة بيقول لي الحياة هتكون شكلها في المستقبل بيكلمني هنا عن يبقى كلمة استفهام بعد كده الفاعل المساعد بعد كده الفاعل بعد كده عايزي الفاعل في المصدر هو جيب لي كده تصريف ثالث انا عايز المصدر المصدر وهو بعد كده رقم ستة والكطار سوف نقاط يعني هيستغرق ثلاث ساعات عشان ان هو يصل الى يصل الى الاسكندرية تمام يبقى عاندي بعد انا عايز الفاعل في المصدر هحزف الاضافة ورجع الفاعل الاصل والمصدر هنكتب هنا بمعنى مش بمعنى يأخذ لكن بمعنى يستغرق الكطار سوف يستغرق ثلاث ساعات عشان يوصل الاسكندرية